دخلنا إلى هذه الحكومة ونعرف أن هذه الحكومة سيئة شعب إسرائيل، القادة، الجنود، القتلى، عائلات الضحايا بحاجة إلى الوحدة لذلك أقمنا حكومة طوارئ وبسبب الشراكة الوطنية، ليس الشراكة السياسية الوضع في الدولة وفي غرفة رئاسة الحكومة تحول إلى وحدة لنداء وطني بدون أي تغطية على الحقيقة القرارات تأتي بناء على اعتبارات سياسية قرار دخول الحكومة إلى الحرب كان قرارا سهلا لكن قرار الخروج لن يكون على ما هو عليه وهو قرار صعب جدا القراران يأتيان ببيان مشترك لمصلحة إسرائيل فقط في الغرف المغلقة الواقع ليس سهلا كما تتصورون الحرب والمعركة ستستمر لسنوات ربما لا أضمن لكم أي انتصارات سريعة أنتم تستحقون وعود وانتصارات حقيقية الانتصار الحقيقي هو إعادة المخطفين وليس فقط البقاء في الحكم انتصارنا الحقيقي هو النصر العسكري والسياسي الذي يؤدي إلى انهيار حماس هذا أيضا يعني عودة الرهاء إلى بيوتهم أينما وجدت إياران في كل المنطقة ستكون مستهدفة سلم الأولويات في هذه الدولة هي دعم المجندين وضمان أمن إسرائيل غدا سأعرض على الكنيسة أو سيعرض على الكنيسة القرارات المناسبة لذلك نحن نطب اليوم فقومة الطوارئ حتى لو كان القرار صعب نحن ننضم إلى معركة لضمان استقرار وبقاء إسرائيل للأجيال القادمة يجب أن نتأكد أنه من أجل النصر يجب أن نحظى بحكومة تهتم بإسرائيل أنا أقول لنتنياه الآن ضع حدا لما يحدث ولا تجعل شعبنا يتمزق من أجل هذه الأخطاء أنا أقول لكل قادة الأحزاب أيضا متدينين أو علمانيين أنه لا أحد ورائي في هذا المسعى كلنا يجب أن نعمل لأجل ضمان إسرائيل وإقامة انتخابات حكومة وحدة وطنية تؤدي إلى إخراجنا من هذا الوضع استمعوا لضميركم وأنا أتوجه لوزير الدفاع بشكل شخصي حتى لو كانت عندنا مشاكل دائما احترمته تعلمت أن أحترمك أنت قائد شجاع ووطني الآن الشجاعة والوطنية تطلو مننا أن نقوم بما هو صحيح هناك من يقول بأننا ساعدنا نتنياهو للدخول إلى الحكومة أو الحرب لكن نتنياهو ليس هو القصة إنما هي دولة إسرائيل يقولون أنني لست قويا كما ينبغي خصوصا خصومي أنا مستعد أن أموت من أجل إسرائيل الأهالي المخطوفون وذويهم ممن أتوا إلى بيتي يعرفون ذلك جيدا أقفوا إلى جانبهم في حزنهم وفي أفراحهم أصدقائي نحن دائما سنكون عند حسن الظن عند حاجتنا عند حاجتكم إلينا واجهت المخربين عشرات المرات لذلك فإن اغتيالي بالمعنى السياسي لن يكون بالأمس امتلأت قلوبنا بالفرحة عندما رأينا أهالينا والرهائن يعودون إلى بيوتهم كانت فرحلة تضرحة ترجمة نانسي قنقر